كنت ملهوف على التعليق فكنت ما نتوقف عن الكلام وهو يلمسني في رجلي كيف هي البداية؟ قديمة جداً وطويلة وتفاصيلها كثيرة ولكن سوف أحاول أن أختزلها أنا بديت وأنا في المهد قد تقول لي كيف؟ كيف؟ الولدة تقول لي لما كنت صغير وتكون نظيف وشبعان وتبكي نحط لك المذيعة تزكت فأنا كبرت على صوت الإداعة لما كنت في الأشهر الأولى والسنوات الأولى من عمري فكبرت على الإداعة الجزائرية أيضاً في المدرسة في الابتداء كنت نقلد المعلقين فنمسك القلم ونعطي الخط لواحد من زملائي فكبر معايا التعليق الصوتي منذ كنت صغير وبعدين الباقي الجزئيات والتفاصيل كانت مكتيب حصلت على شهادة البكالورية وكان عندي خيارات كثيرة جداً في ثمانينات القرن الماضي من بينها خيار أنني ندخل المدرسة الوطنية للإدارة هذه المدرسة الوطنية للإدارة يتخرجوا منها الإداريين الوزراء والصفراء فاخترت مع ذلك الصحافة أنا أخوي كبير الله يرحمه كان يقول لي حفيد ليش الصحافة ليش الصحافة ممكن تطلع عنا سفير ممكن تطلع وزير ممكن قلت له لا أنا من دون الصحافة صعب جداً وكان في عمري عشرين سنة تقريباً عن ذاك 19 سنة عن ذاك فاخترت الصحافة كنت ألتقت قصصات صحف جرائد موجودة في الأرض ونقرها حتى الإعلانات نقرها فكبرت على القراءة وكبرت على أيضاً الكتاب ذكرت أنك قلت في التعليق نعم ممكن يعني نحن ما كان عندنا جهاز تليفزيون لما كنت صغير أعتقدي لغاية نهاية السبينيات أو بداية نهاية السبينيات أتصور فكبرت على صوت الإذاعة وكبرت على معلقين جزائريين في الإذاعة ما كان لا قنوات فضائية ولا إداعات دولية ولا هم يحزنون فكبرت على هذه الأصوات وتعلمت من خلال هذه الأصوات وكانت عندي أعتقد موهبة شوية لأنه في مهنتنا لازم تكون عندك الموهبة يعني حالياً حفيظ دراجي اسم كبير في عالم التعليق اسم من الأسمة اسم خالد في تعليق التعليق العربي لكن في البدايات كيف كانت هي الانطلاقة في التعليق في 1989 تعرف مع مين علقت أول مباراة علقتها مع عبدالقادر شنوني لا يذكر بالخير فكنا نعلقه هو كان أقدم مني وأنا كنت ولد صغير عمري 23 سنة فقالوا لي أول مرة تروح تعلق مع عبدالقادر شنوني علقت مباراة دوري لزائري بين شبيبات القبائل وسريع غيزان ما زلت أذكره اعتبرني بأنني صغير وهو عنده خبرة وتجربة وأنا كنت ملهوف على التعليق فكنت ما نتوقف عن الكلام وهو يلمسني في رجلي نذكر ذلك اليوم كمان فكنت أول مباراة علقتها وبعدين ست شهر من بعد علقتها للهائية كاسو من إفريقيا في اللزائر سنة التسعين لما فوزنا بها علقتها لمباراة اللزائر وعلاقتها لمباراة أخرى لأن المسؤولين أنها ذلك شافوا بأنه عندي قدرات أنت تتحدث على أحداث صار لها 33 سنة سبحانه الله سبحانه الله ترجمة نانسي قنقر